تفاجعنا بالخبر كان صادم مين تفاجأ؟ أنا تفاجأت أمك تفاجأت؟ لا شو اللي فاجأت؟ تفاجأني أنا أنه قالوا ما بيمشي حالك ما في نصف من الأيام عمتك بيركيت ووافعت صحيح لما صار شي رسمي وجد تغيرت رأيها أصريت أني طبيع الموضوع أنا لما رحت لواجههم ونفت صبري وجيتهم بنوع من العنف وشدت على هي اللي عمت بغطي عليها قالتلي ما بيمشي لها قالتلي ليش ما بيمشي لها شوفي بيمنعي قالتلي مستحيل 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 تأخذها قالتلي ليش مستحيل يأخذها شوفي سبب قالتلي بتكون اختج بالرضاعة رضعام مني أكتر منها هي قالتلي قالتلي مستحيل تأخذها لأنه أنت متل خية صحيح أنت متل الأخوة لأ وأخوها مستحيل مستحيل وبهاللحظات مستحيل 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 رحنا صرنا نسؤل بالشرع وبالدين وبالمشيخ وبالإفتاء طلع شي مستحيل حب محرم مستحيل قبل ما تكملوا شتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس كيف ممكن تتأكد أنه فعلا عن أختك بالرضاعة ومش تبريرات عم بيعطوها لعيلك من وراء المشاكل والخلفات العائلية اللي كانت على مر السنوات يعني غلفوا الرفض بهالحجة أنا كنت مفكر بداية الأمر أنه هيك حجة للرفض أو في شيء بس ولكن اسألت أنا والدتي أنه ليش أنه شو هالموضوع هيدا مزبوط ولا هني ما يحطوا حجة ولا خلفاتكم أنتوا قدت لهالشي هيدا قالت لي لأ كنا ببيت واحد ولما كنت صغير كنت أتركك عندها برعايتها هي وأنا روح أنا عندي شغل روح هي تردعك وطعميك منها هي ليش أمك لكان وفقت تروح معك تطلبها أول مرة وفقت بناء على طلبي أنا يعني هي راحت مش المتزع لك بس هي عارفة سلف حب مستحيل وراحت بناء على طلبي قلت لي مثل ما بدك حب محرم حب ممنوع أنت مثل خية أو بالأحرى خية خية مش مثل الرضاعة ليست فقط لغذاء الطفل وإنما قد تشكل عملية بيولوجية تبادلية بين الأم والطفل قد تنقل بعض الصباغ الجينية مشن هيك أنت قلت لي موقفك سلبي من هذه الدراسة صحيح لأنه أنا مرات فيها وأنا بكرهها لهيدي بعد هاللحظة النهار فيها كل شيء حكيته سوى؟ حكينا حكينا مرة وحدة كانت للأخيرة شو قلت له؟ قلت لي مستحيل أنه نحنا أنا قلت لي أخوي مستحيل على إبنه وبكيت يعني هيدا من عشرين سنة؟ من عشرين سنة كأنه اليوم هلأ من عشرين سنة لليوم توصل لك أخبارها؟ أو الخلفات العائلية رجعت وبعدتكم عن بعض؟ بحاول أنا تقص أخبارها أحوالها وضعها شو عملت؟ وصارت إيه؟ حاول شوف أخبارها تبع أخبارها كل فترة بفترة دا يوم تستقصي أخبارها كحبيبة سابقة؟ كبنت عمتك؟ أو كأختك؟ هلأ بعد عشرين سنة كأخت بقى بقلبك شو؟ تحبك حبيبة سابقة عديمة بتحبها أو حبيبي سابقة؟ فرق بين الحب والسابقة؟ حبيبي سابقة حبيبي سابقة أو ما حدا إليه يدخل بينك وبين قلبك؟ أه، خلص، قضاء وقدر هيدا الساس لا جواب؟ قضاء وقدر أول حب، حب أعمى صراع اللي عشته بين مشاعر الحب ومشاعر الأخوة بين الحلم اللي عشته أنك تبني معها أسره وبين انهيار هيدا الحلم بسبب حب منوع كيف عشت هيدا السراع؟ حيولت لحتى أنسى حيولت أني بعد صرت ربي أصدقاء جداد شي ينسيني إياها طلعت، تغربت، سيفرت، بعدت لما تجوزت، عزمت ابن عمتها أو خيّة إلى عرسة؟ ايه، عزمتني وابن عمتها راح؟ أنا ما رحضت، بس ولكن هي أجت على عرسة بنت عمتك أجت عرسة؟ صحيح، حضرة عرسة أجت على عرس أبن خالة أو على عرس خيّة؟ الأسنين معا كيف ما بتحسبها بتجي معك؟ أجت على عرس أخوه، أجت على عرس أبن خالة أجت على عرس كان حبيبها سابقاً الكلمة اللي بيخاف منا الرجل العاشق شو هي؟ أنت متل أخي هيد الجملة اللي بيخاف منا الرجل اللي بيحب الرجل اللي بيحب صحيح وكيف لو طلعت أخوه بر ضاعه؟ إذا بدنا نختصر قصتك، حب أولاً حب أولاً حب من أول نظرة صحيح علاقة سرية صحيح الحب كبير كبير بتكتشف فجأة بندعمتك بندعمتك وبترجع بتكتشف أختي بر ضاعه وأنه الحب معمي صحيح لازم اليوم أي حدا بيردع طفل أو طفلي من نفس الشساب بتكرر الشغلة مرة وثنتين وثلاثة وآربة وخمسة لازم بس يعود أنه لك هيده أختك هيده كذا أنت وياها ربعون من نفس المصدر من نفس الشخص لازم يتفت طول النظام مشان ما يصير فييون مثل ههم ما تصرفون صحيح مشان ما تصير نفس الحالي عندهم موسيقى لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب